يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديم مارسل كولر هو عنوان النهاردة وناس كتير جدا كانت وعلى رغم الحقيقة من اللحظات الأولى الرجل وصل فيها للقاهرة بدأ على طول ودخل على طول في سكة بداية المشوار تابعنا معكم لحظات استقباله من يومين تابعنا معكم من برح وجوده في وقياته لتدريبة الفريق الأولى سادسة لبداية الموسم والنهاردة كان المؤتمر الرسمي لتقديم الرجل حالة المتابعة وحالة الشغف وحالة الرغبة فيه معرفة التفاصيل أو إراية شخصية مارسل كولر يمكن تكون هي الغلبة على المشهدوف يعني واحد حتى ما كان ما بيروح أخبار الراجل إيه الراجل ده هو اللي عليه العين الراجل ده هو اللي هيعمل النقلة الراجل ده الحقيقة طبعا كلها مجرد انطباعات لكن كان يهمنا جدا نشوف النهاردة الراجل هيتكلم إزاي لأنه فيه مثلا بيقول تكلم أو تحدث حتى أرى الحقيقة يمكن الراجل يكون سويسري الجنسية لكن انطباعي عنه الأول النهاردة أنه العقلية ألمانية إلى حد كبير وطبعا السويسرية مش وحشة على الإطلاق طبعا نتكلم على يعني أكتر مدرسة فيها دقة وفيها إتخان وفيها حاجات كتيرة جدا مميزة لكن العقلية الألمانية يمكن تكون ده من خلال إجاباته ومن خلال تصريحاته اللي تكلم فيها راجل عملي راجل تودا بوينت وفي النهاية الأراقة قد تختلف يعني يعني ممكن حد يتطفق إنه هو راجل مرحلة ممكن حتى يشوف لا والله مش مناسب لكن في النهاية الحكم عليه يبان من خلال تجربة في معايير كتير جدا مرتبطة بفكرة أو بموضوع تقييم الأداء محتاجة أتكلم فيها مع حضراتكم وإحنا بنستعرض للي ما شافش ولي ما تابعش المؤتمر الصحفي النهاردة هنقف مع شوية إجابات وتصريحات لمارسيل كولر المديل فني الجديد للنادي الأهلي قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة عندنا كلام كتير وعندنا كرة كتيرة جدا إسبوع ده بكرة وبطل فيما تشدر بنار أمها البرسة وبايم يونيخ لقاء هيكون ليه طعم تاني خالص وخصوصا مع نيولوك للبرسة خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقاتنا مرة تانية أهلا وسهلا بكم خلينا نتفق أنه الآن كان اسم مدرب كلام مش على مارسيل كولر بس على أي اسم مدرب قطي يتولى حتى المسؤولية مستقبلا والتاريخ قدم لنا دروس كتيرة جدا أنه مع مدرسة ومع كيان زي الأهلي النجاح تجربة شبه مضمونة يعني وكم من مديرين فنيين جم تولوا المسؤولية واشتغلوا في الأهلي بشكل خاص وفي مصر بشكل عام ما كانش ليهم راكورد بره يعني دهاش تقولي أنه يعني الأرقام بتاعتهم أو البطولات اللي حقاها بره كانت عظيمة جدا لكن المجد والشهرة والنجاح والبطولات جات مع نادي الأهلي والموضوع مش مرتبط بقيمة المدرب ولا باسم يعني فيه على فكرة هو 90% بالمناسبة عشان نبقى برضو يعني بكلم بمتصرها 90% من إنجزات الكرة المصرية على مستوى المنتخبات في مراحلها المختلفة أو على مستوى الأندية ها مدربين مش معروفين بل على العكس يمكن الأسماء الكبيرة اللي جات مصر هنا ما حققتش بصمة عظيمة قوي وآخرهم كيروش مصر يا حد يختلف على إنه كيروش من يعني من المدارس أو من الأسماء اللي على أعلى مستوى كلاس A لكن في النهاية التجربة كانت شنكحة تجربة كانتش موفقة يعني لا الراجل على مستوى الأداء قدر يقنعنا ولا على المستوى النتائج يمكن عمل أقصى ما يمكن أن يستطيع أن هو يعني يوصل به المنتخب مصر لكن في النهاية لن نتائج كانت مرضية يعني لو أنت توقت مثلا بطولة أفريقيا ولا أنت وصلت كاس العالم آه وصل لآخر مرحلة ده طبيعي أنك أنت توصل لآخر مرحلة في تصفيات كاس العالم يعني وطبيعي برضو أنك تخسر قدام السنغال نتيجة مقبولة لكن هل تطور أداء المنتخب معه هل شفنا الكورة بتاعت منتخب مصر مع كارلا سكيولوش أعتقد أن الإجابة عند أغلب الناس لا هل وصوله لأمم أفريقيا كان نتيجة تطوير أداء ولا كان نتيجة اجتهاد وروح لعبين في تجربة استثنائية من الصعب أنها تتكرر تاني أنت جاوب على السؤال لكن في النهاية عايزة أقوله مارتين يول جيل أهلي واحد من أكبر الأسماء في التوقيت ده كان بيدرب في الدورة الإنجليزية ومسك فرق كبيرة كان مثلا منع طاطن هام وجيل تجربة ما كانتش عظيمة جوزي جي ما حاتش يعرفه فايلر جي ما حاتش عرفه مستمياني جي برضو ما حاتش عرفه فالقصة هنا ممكن تقول قصة تركيبة قصة زروف قصة كيميا وارد جدا 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 أنه لو فييلر كان مكمل لغاية النهاردة كان نوصل مع الأهلي لأرقام تفوق مثلا مستر مستمياني وارد لو مستمياني كان مكمل معنا لغاية النهاردة كان المستميلي جاي بقى الأفضل بالنسبة للمستمياني فالملابسات أو الحاجات المرتبطة بنجاح التجربة من عدمها حتى يقدر يقسها بناء على سيفي بتاع مدير فني وما فيش مدير فني ممكن ينجح أو يفشل هنا في مصر عشان ارتباطا بما قدمه في الدول أو المنتخبات أو الأندية اللي كان بيلعب فيها بلكده وما فيش بالمناسبة شرط أنه يكون الاسم كبير أو لعب كبير عشان يبقى مدرب ناجح نتكلمنا في الموضوع ده مبارح وإلا كان مثلا لعيب زي لويس فيجو أو رو ماريو أو رونالدو نازاريو أو بافل نيدفيد كلعيبة يعني لعيبة ما حدش اختلف عليهم كانوا بقى أعظم مدربين في الدني وكان مدربين زي توماس طوخل وزي يورجين كلوب وزي أناي أمري وزي بيب جورديولا وزي جوزي مورينيو ما كانوش ظهروا أساسا للنور على كل أحوال أنا حابب أكتر نتكلم عن تصريحات الرجل عشان نحاول نفهم عقليته والعقلية والشخصية نقطتين أو معيارين في منتهى الأهمية وانت بتكلم على مدير فني بيقود النادي الأكبر على مستوى أفريقيا والوطن العربي خلينا نشوف لما تبعش جزء من المؤتمر الصحفي المارسال كولر ونرجع لحضراتكم أتمنى أن نكون هنا أنا مبسوط جدا أننا موجود معكم وأننا نستطيع أن نحاول هذا مع هذه الترديقات في هذا الوقت أن نحن نكدر نعيش الليل الموجودة والناس كل أحياني ونحن نعتقد بشكل رائع في المقابلات الممتعارة ونحن نعطا بشكل ممتعارة ونحن نعطا بشكل مينة ونحن نعطا بشكل صغير ونحن نعطا بشكل صغير ونحن نحن بشكل قد يتابع علينا لأننا سيكون متعددة لأسفادة لأننا سيكون متعدد جيدا لأننا سيكون جيدا لأننا سيكون متعدد في المستقبل ودهما نحن نتخلت بشكل صفحي ونطور منهم لأننا أجل من أجل مجد الأجل من الأجل أجل من الأجل من الأجل من الأجل من المجدد أحنا نحن نعطي المددين لغاية أجلنا نحن نحاول على نصف يمكنت التي أشهزة وتمع تجانبات الدينية في المنقشات مع الإدارة والساعدة التوقيت للأعود حسن هو فعلا في الإدارة والساعدة والساعدة وحسن لهؤمن التقليل والساعدة التوقيت في هذه المنقشات أحدث عن الواضحات التي يمكننا التفاقف في الواضحات ويجب أن نتحدث عن الواضحاتي سأتحدث عن الأمر الأول وأنه رؤية تتحدث عن الأمر ويجب أنه أتحدث نعم مع الأمر الأمر مع الأمر على الواضحات شكرا العودية إذا كانت أمور إنه صباح لك وإذنها لدينا نعم الوصول الأفضل بأنه أقوم الأفضل في العواطن هل سعيد انك لكم الأولى انحصال على دائرة لأنه كل شيء انه سيجد أن نعم الأفضل وعيزي كامل على نفس المنهج ياسين مكاري فيديواناليست سامي كابتن سامي ومكيلي ومكيلي المعروف المعروف ومكيلي اللغة التعالج لا ينشه magnesات ومكيلي نعم أنت تيسان. حاضر مع الفريق لأنه يعمل الخياسات والطبعي وشيء وشيء أتمنى أنه يومي أنه يومي بينا شكرا جزء من المؤتمر الصحفي اليوم يتحدث ويبكين أكثر حاجة يعني ممكن تخدها من الكلام أنه خدوا بالكو طبعا أي مدير فني بتكلمه وكان بيتولى مسؤولة. رجل عنه سبيه محترم في أوروبا برضو ودرب أندي أبطال ودرب منتخب يعني ما هوش من القوة العظمى التقليدية في أوروبا لكنه يعتبر منتخب كبير برضو منتخب النمسا ونجحته وبصمته مع منتخب باسمه منتخب النمسا ووصوله لتطوير المستوى وترتيبه لما يبتدي المسؤولية يبقى في رقم أو تصنيف ويبقى الأربعين على العالم يوصل لأنه يكون عاشر عالم دي نقلة نوعية بالنسبة للكورة النمساوية أو كان السبعين بيقولوني طبعا سبعين على العالم وصل أنه يبقى الرقم عشرة على العالم يعني بفتكر قوي تجربة منتخب مصر مع كابتن حسن شحات. يعني أنا كنت بكلمك على إنجازات الكورة المصرية. إحنا إنجازاتنا إيه في آخر تلاتين سنة كاس عالم تسعين وتمانية وتسعين بوركينة فاسو وألفين وستة، ألفين وتمانية، ألفين وعشرة حسن شحاتة مع مدربين على مستوى العالم يعني لما حط السبي بتاع حسن شحاتة وكابتن جوهر يالله يرحمه. طبعا دول دول عمالقة يعني أنا بشوف دول اتنين من مدربين تاريخيين لمنتخب مصر. لكن السبي بتاعهم على مستوى العالم إنجازاتهم قبل ما يتولوا منتخب مصر. لا تؤهلهم. يعني أنت لو بتشوف السبيهات دي لو السبي بتاع الجوهري وحسن شحاتة سبي المدرب أجنبي وتقرر أنك إنت تتخليها تولى مسؤولية منتخب. ما أعتقدش أنك هتقول إنه السبي حاجة عظيمة أولا. ونفس الأمر ينطبق على أندية برضو. يعني معظم إنجازات الأهلي من والجوزي لما جاء يعني أنا كلمت مع حضرتكم فالقصة قصة فرصة وهي فرصة أمام الجميع بالمناسبة. وهو قال ده حتى بالنسبة للعيبة وحتى بالنسبة. كان فيه أحدنا أسئلة متعلق باللعبين الشباب برأيك فيهم إيه؟ قالك لا الحقيقة أنا الكل قدامه فرصة متساوية. أنا اللي يهمني في النهاية ودي نقطة للأسف للأسف يعني أتمنى الحقيقة أنا النهاردة معي حوار مهم جدا عن وكالات اللعبين ومعنا واحد من أساطير يعني وكالات اللعبين في أسبانيا وعمل صفقات لأهم اللي أتكلم على لويس فيجو. بنتكلم على أتمنى حتة العقلية دي الوكلة والاتحادات والأندية واللعيبة نفسها تشتغل عليها. ورجع كان العقلية هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرق معي. يمكن كمان كابتن سيد طبعا وأنا فرحان كمان يعني مع ليش ليانكون. ميشيل يانكون الحقيقة يعني هو صحيح مدرب حراس مرمى محترف لكن أنا بقيت أشعر أن ميشيل يانكون واحد من المنتمين للنادي الأهلي فمعرفش في حل التعاطف معي فرحت له بصراحة. راجل حقيقة ما عندوش أي مانع. يعني يقوم بأي دور مدام هيبقى داخل جدران القلعة الحمراء. وحتى لما الطلب منه يسيب الجهاز الفني للفريل الأول وينزل اقتعات ناشئ. راجل ما عطرتش ولا عمل أي مشكلة مع أنه محترف. وجاي على أنه مدرب حراس مرمى محترف. وفي تعاقد بينه وبين النادي وفي عليه حقوق وعليه واجبات لكن راجل حقيقة التزم وأعتقد أنه معظم الأهلوية يكونوا سعدة بعودة ميشيل يانكر. النهاردة كابتن سيد عبد الحفيز الحقيقة قال أو تكلم على بدايات تجربة مارسل كولر. وقال أنه سواء عقليته أو قدراته الفنية أو شخصيته بعد بحث شديد وانتوا عارفين المفاوضات استمرت والأسماء اللي كانت مطروحة على يعني لتولي مسؤولية الفنية للنادي الأهلي كانت كثيرة جدا لكن كابتن سيد قال طبعا وفي لفتة كويسة الحقيقة ودي حاجة يمكن بتميز النادي الأهلي والمسؤولين فيه كابتن سيد عبد الحفيز ابتدى بتقديم الشكر أو توجيه الشكر لريكاردو سوارش المدير الفني السابق للنادي الأهلي وجهازه المعاون والحقيقة يمكن يعني تجربة يمكن لم تكتمل ويمكن لو اكتملت كانت تكون تجربة نكحة لكن الحقيقة الراجل قدم عليه بإخلاص شديد جدا وتعرض لظروف قاسية يعني كل الشكر طبعا وجهه ليه كابتن سيد عبد الحفيز وكلم على تجربة بدايات تجربة طبعا مارسل كولر مرحلة جديدة وفرصة جديدة فرصة جديدة أمام جميع اللاعبين يعني الحقيقة يمكن صفحة قلبت وصفحة جديدة بتكتب أو بتتفتح هيتكتب فيها تاريخ جديد للنادي الأهلي وأعتقد أن الفرص كلها متساوية طيب قبل ما نروح للعالمي وقبل ما نروح لأخبار الكرة وخصوصا بكرة وبعده فيه متشاط مهمة جدا والدوري الإنجليزي عشاءه على موعد مع خبر مش أحسن حاجة في الدنيا يعني بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا جزء مهم جدا في اقتصاديات الرياضة بشكل عام ومعتقد بكرة القدم طبعا السؤال الأمريكي سواء الأمريكان فوتبول أو الباسكتبول دي قصة تانية قصة استثنائية شوية مرتبطة كمان بالاقتصاد الأمريكي ومرتبطة بكوكب جوه كوكب لكن لم نجي نكلم على اقتصاديات كرة القدم لا الحقيقة فيه تطور كبير جدا حصل في الممكن في العشرين سنة الأخيرة أو في اللحظة تحديدا من أول ما بدأت لغة التشفير تدخل مجال البث الفضائي من أول ما بدأت فكرة ادفع لتشاهد يعني إحنا أنا لما ابتدت فرج على كرة كنا كاس العالم دي بطولة اللي هي أهم بطولة على مستوى الأرض كلها بطولة مفتوحة وبتتشاف العالم كله بيشوفها نهاردة طبعا دخلت لغة التشفير ودخلت أو بالتالي تطورت فكرة عوائد النتجة عن البث الفضائي بشكل أرقام خرفية نكلم عن الدولة الإنجليزية مثلا يقترب من حوالي 4 مليار دولار تحقيق متخيل الرقم ده عوائد بس فضائي بس فقط لغير والموضوع على فكرة في السنوات اللي جاية مع تطور مع دخول بقى فكرة 5G أو الجيل الخامس من شبكات الإنترنت مع انتشار فكرة الديجيتال بلاتفومز النهاردة عندنا في المنطقة الوحدة هتلاقي خمسة ستة منصات إلكترونية متخصصة في البث الفضائي فبالتالي الحقيقة الموضوع ده هيتطور بشكل كبير وهتكون العوائد بتاعته أكبر بس في النهاية وأتمنى بقى يعني إذا كنا عايزين يشتغل على البطولات المصرية على الدوري على الكاس المصري ده مرتبط كلما البطولة تبقى قوية كلما تكون جاذبة للمعلن كلما تكون جاذبة للرعاة تقدر أنك انت توفر مصادر دخل وبالتالي تقدر الأندية وتقدر الاتحادات أنها تعيد إنفاق الدخل ده بشكل على يسمح بأنه تتطور الرياضة هي سايكل حقيقة كلها مرتبطة ببعض إحنا فيه أوقات كتير جدا يعني الواحد لما بتأمل المشهد بيجد أنه فيه كتير من الموضوعات المرتبطة بالصناعة والاقتصاد الخاص برياضة كرة القدم مثلا بما أن إحنا يعني مهوسين بكرة القدم وهي الرياضة الأكتر الشعبية إحنا ركنين الموضوعات دي كلها على جنب ومنشغلين بتوافع الأمور بصراحة أنا بكلم بمتاحة صراحة بتوافع الأمور كمية معارك هامشية بناخدها وبنبذل فيها مجهود وبنتباحها مسؤولين ولعبين وإعلام رياضي وجماهير قبل دول كلهم شغلين نفسنا بحاجات كتير جدا في منتهى منتهى مش هولي التفاهة أنا آسف السطحية ونسيين حاجات كتير جدا مهم أنها تبقى مطروحة للنقاش إذا كنا عايزين كمنظومة مش بس بكلم على النادي الأهلي ولا بكلم على منتخب مصر كمنظومة رياضية في مصر إنها تتطور طيب النهاردة جزء من الموضوع ده على فكرة بالمناسبة يعني زي بنتكلم على البس الفضائي جزء خاص بوكلاء اللعبين فكرة وكالة اللعبين وإحنا نتكلم على من سنة التسعين يعني أنا فاكر من أول ما تكلمنا على الاحتراف في مصر أو بدأ الاحتراف في مصر بشكل يعني جوه مصر وبره مصر وإحنا بنتكلم على المحترفين المصريين عد وشوف في 32 سنة من جيل أحمد شبير وهاني رمزي وهشام يكن وابراهيم حسن وحسام حسن وأحمد الكاس وغيرهم نجوم كتير يعني مش عايز أن أنسى حد وصولا للـ 22 كان موهبة مصرية نجحت واحترفت وتقلقت وكتبت تاريخ أو مجد كبير في أوروبا وعائد فكرة تصدير المواهب في مصر على المنظومة سواء ناحية الفنية على مستوى المنتخبات ولا الناحية المادية على مستوى الأندية كانت إيه؟ في 32 سنة وقارن ده بدولة ملهاش تاريخ ولا حجم إنجازات ولا حجم بطولات حققتها على مستوى منتخباتها أو على مستوى أنديتها مصر هي رقم واحد على مستوى قارة أفريقيا بالألقاب وبالبطولات ومنتخبات وأنديا إحنا رقم واحد فيش منتخب حققت بطولات أفريقيا قد منتخب مصر ما فيش أنديا حققت بطولات أفريقيا قد اللي حققها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون مش عارف فيه أنا دي تاني حقق بطولات معتقدش فيه حد تانية هم الأربع عنده دول اللي حققوا بطولات على مصر وقرات أفريقيا مفيش دولة تانية منتخب كان كبير ومنتخب كان صغير تعالى بقى نقارن طيب حجم المواهب اللي راحت أوروبا ونجحت وتقلقت وبقت الموضوع ليه مرضود فني وليه مرضود اقتصادي على منظومة أو على قطعة كرة القدم في مصر قد إيه حد عنده فكرة عن ده حد بيتكلم في ده دور وكلاء اللاعبين في المنظومة دي ايه وانا النهاردة مخصص الحقيقة معي واحد من أكبر وكلاء اللاعبين في إسبانيا إريكا لونسو هيكون ضيفي النهاردة في سادسا هتكلم معك جزء ايه دي دور وكيل اللاعبين هلق قصة قصة بيع وشراء وقصة سمسرة عقد من هنا العقد من هنا واخد عمولتي ولا قصة أكبر من كده بكتير النجوم الكبار زي هي بتعامله مع فكرة الترانسفر دور وكلاء اللاعبين جوه الملعب وبرا الملعب مع اللاعب اللي هو بيمثله كل التفاصيل دي ممكن لحقيقة تكون إلى حد كبير جدا غايب عننا قصة وكلاء اللاعبين مطروحة وأتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر كمان نتكلم على فكرة البس الفضائي خلينا نروح للبريمير ليج سريعا عشان نعدي على أخبارنا يعني طبعا وفاة الملكة إلدابث عاملة مشاكل كبيرة جدا طبعا أو مأثرة بشكل كبير على الدور الإنجليزي واحتمالية إلغاء عدد كبير جدا من نتشاط عارفين حضراتكم أنه سكاي سبورتس هي اللي واخده حقوق البس الخاصة ببطولة البريمير ليج وبالتالي مع برضو عدد من البطولات التانية يعني عندهم المباريات الدوري للسيدات هم برضو لاخدين حقوق رعايتها مع مجموعة بطولات كده يعني فمفترض أنه على مستويين حقيقي إعلامي وأمني إنجلتورة بتواجه مشكلة كبيرة في فكرة نقص الإمكانيات اللي تسمح بأنه ماتشاط الدوري الإنجليزي أو حتى على مستوى ماتشاط يعني أيندهوفن هيلعب مع أرسنل في بطولة اليوروباليك برضو مفترض كده الماتش داي تلعب يوم الخميس اللي جاي وعندنا طبعا مباراكة يعني معظم المتابعين للدوري الإنجليزي مستنينها مواجهة ليفربول وشيلسي وفيه عدد تاني من ماتشاط هقول لحضراتكم عليه ممكن دلوقتي لكن كل المباراكة دي مهددة بالإلغاء أو مش بالإلغاء بالتأجيل خلينا أقول عشان المستوى الأمني والمستوى الإعلامي ليه؟ سكاي سبوتس معظم الفانز أو معظم وحدات البث الخاصة بيها مجغولة بشكل كبير جدا تم سحبها ومجغولة بمتابعة طبعا وفاة الملكة إليدبس وتغطيات المختلفة من كل مكان واستقبال الوفود وإلى آخر يعني وعلى ناحية تانية كمان الأمن البريطاني عنده مشكلة كبيرة جدا لأنه غير كافي لتأمين المباراكات المقبلة في الأسبوع اللي جاي وبالتالي معظم المباراكات دي مهددة بالتأجيل طيب قبل ما نكمل أخبارنا هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم نتكلم على مباراة بكرة ومواجهة البارسة مع البيرن وتصريحات ناجلزمن عن ليفندوسكي اللي هيحل ضيف المرة دي في الأليينز أرينا وقصة الترانسفير ماركت دي مدرسة ثالثة خالص مدرسة يتسائل فيها دوريات زي الدوري الهولندي دوريات زي الدوري البلجيكي دوريات زي الدوري البرتغالي والبرتغالي قبل الهولندي والبلجيكي وهولندا الحقيقة تقل برضو أهمية عن البرتغال في الحقبة الأخيرة أو في العشر أو عشرين سنة يعني أهم الأسماء طلعت من الدوريات دي هولندا والبرتغال وتصدرت لأكبر أندية أوروبا ونجحت نجاح باهر في أنها تستفيد فنان وتستفيد كمان على المستوى التجاري يعني إنجاز التعبير أو زي كنا منعتبر أنه فكرة تجارة في اللاعبين فكرة أنك تجيب لعب مغمور ما يكلفكش كتير يقعد معك موسم يقعد معك اتنين تستفيد به تبعكات سواه وتبيعه بأضعاف أضعاف أضعاف القيمة اللي أنت اشترت هنروح لبكرة بكرة في وإحنا كنت بكلمكم قبل الفصل على فكرة البث الفضائي بكرة في مباراة كنت بقى يعني وإحنا في الفصل كده بفكر ماذا لو أنه في قناة واحدة بس بكرة على سطح الكوكب هي اللي وقدها حق إذاعة مواجهة بايم يونيخ وباشلونة أنت متخيح حجم العوائد ممكن يكون عامل إزاي هي قصة كده واللعبة كلها كده الحقيقة إزاي يكون عندك بطولة نكحة إزاي يكون عندك فرق على أعلى مستوى بطولة منضبطة بطولة فيها كل معايير النجاح سواء كواليتي البس الفضائي سواء مستوى التحكيم سواء شكل الملاعب الإضاءة الباكتج المرتبط بالكواليتي اللعيبة اللي موجودة القوة المنافسة اللي موجودة جوال بطولة هنا تقدر تعمل فكرة الماركتينج وأنك أنت تسوى ودور على حقوق رعاية وفكرة أنك أنت تبيع في كل ريجين أو في كل زون أو في كل منطقة يعني في العالم حقوق البس بشكل أو من الأشكال للبطولة دي ما بقولش أننا نبدأ على طول دورة إنجليزية لكن هياقل نبص حوالينا وصله فين ونحاول نفكر زيه بكرة عندنا مين بقى؟ بكرة عندنا طبعا المباراة الأهم على سطح الكوكب يعني أكبر نسبة مشاهدة بكرة هتكون بالتأكيد لمواجهة بايم يونيخ وباشلونة وده يعتبر هي اختبار قوة وده يمكن كجزء من تصريحات جوليين ناجزمن مدير الفني لبايم يونيخ هو طبعا كلمه طبعا مباشرة كده رأيك في ليفندافسكي مع البارسة وشايف إزاي مباراة بكرة وشايف إزاي ليفندافسكي في مواجهة بايم يونيخ ورجع كلم قالك يعني بمنطقة صراحة برضو الألمان دول قالك برشتونة مش ليفندافسكي بس برشتونة فريق مميز جدا السنة دي عنده تجربة أكتر من رائعة عنده سكواد محترم جدا ورجع لنفس بريق أو نفس قوة برشتونة اللي احنا نعرفها في أوروبا فبالتالي اللقاء بكرة هيكون في منتهى القوة وصعب أن يبقى فيه توقعات لكن في النهاية اللقاء ده مهم جدا وتوقيته مهم جدا بالنسبة لنا الرجل بيتكلم على سام باير ميونيخ واحد من أكبر أنديت أوروبا وألمانيا بيقول له اللقاء مهم جدا بالنسبة لنا عشان نعرف إحنا وقفين فين إحنا محتاجين إن إحنا نخوض تجربة قوية عشان نعرف باير ميونيخ إحنا وقفين فين وبالتالي أعتقد طبعا فيه تاريخ مواجهات كبير هيكون ليه تأثير على مطش بكرة أهمهم طبعا التمانية اللي شالها برشلونة في وجود ماسي طبعا وجود ليفندفسكي قدام جماهير الأليونز أرينا بكرة في صفوف برشلونة هيبقى ليه طعم إلى حد ما مختلف شكل البارسة السندي مع تشابي السكواد الميركاتو القوة القدرة والقوة الهجومية اللي ظهر بيها في الليجة الأسبانية السندي محتاج إن إحنا نعمل لها تاست عشاء البارسة يعني محتاجين يتطمنوا إنه القصة مش قصة دوري أسباني لأنه برشلونة بالسكواد ده طبيعي جدا أنه يبقى عن طب يعني يبقى منافس يبقى في مكانته الطبيعية وينافس على لقب زي لقب الليجة لكن برشلونة في أوروبا مع الكبار هيعمل إيه؟ برشلونة مع البيرن برشلونة مع الستي برشلونة مع البي أجي لقاءات تتمنى إنها تحصل لقاءات تتمنى إنها يعني إنك تستمتع بيها ويكون أولها بكرة طبعا اللقاء الأهم اللي هيجمع بين العملاق البافاري باي ميونيخ وعملاق كتالونيا برشلونة عندنا إيه تاني؟ عندنا مطشو يهمنا وخصوصا يمكن ما كانش فيه فرصة نحن نعلق مطشو كان يوم الأربع وإحنا بنبتدي معاكم ونقابلكم كل يوم سبت فالحقيقة يعني أنا مطش نابولي ومطش ليفر بول اللي حصل في الشامبيونز ليج ده كان محتاج وقفة كبيرة جدا إزاي ليفر بول اللي مفنش السنة اللي فاتت وصيف دوري أبطال مفنش وصيف بريمير ليج وكان قابق قوسينا أو أدنى زي ما بيقولوا منه يتوج باللقبين يعني كانوا قريبين جدا منه كان أفضل من ريال كتير جدا في المباراة النهائية ورغم ذلك لم يتوج وكان لغاية يمكن دقايق قبل ما البطولة كلها تنتهي قريب جدا من تحقيق قبل بريمير ليج وضع منه في آخر لحظة لكن السؤال الأهم إزاي ليفر يعني الموسم ده أربعة واحد من نابولي هزيمة تقيلة جدا 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 ومش من فريق يعني مصندف مش بنتكلم على بي أس جي مش بنتكلم على ريال مادريد مش بنتكلم على بايا ميونيخ في النهاية نابولي من فرق الوسط في البطولة الإيطالية فالهزيمة كانت قاسية جدا بكرة ولابد من تصحيح ما عندوش خيار تاني بكرة في مواجهة ليفر بول مع آيكس ما عندوش خيار تاني إنه يصحح من أوضاعه وفكتوريا بلزن في مواجهة انتر ميلا عندنا سبورتينج بيشبونا في مواجهة توتنهام عندنا بايا ليبركوزن في مواجهة أتلاتكو مادريد عندنا مارسيليا في مواجهة فرانكفورت وعندنا بورتو في مواجهة كلاب بروك دي ماتشاط بكرة واجبة كروية ممتعة أتمنى أنكم تستمتعوا بيها فاصل ونرجع لحضراتكم الأرقام اللي حاجتكم شفتوها دي مش مرتبطة بتعقدات الأندية دي مرتبطة بس بحسة وكلاء اللاعبين في الصفقات اللي حصلت في ميركاتو يعني آخرها طبعا ميركاتو صفحة 22 نتكلم على إجمال حجم الصفقات حوالي 5 مليار دولار كان نصيب الوكلاء منهم 190 يعني تقريبا كان في نسبة 10 في الماء والهدف من اللقاء والفكرة بتاعت اللقاء ده هي نحن نشوف معاكم إيه هي قلية عمل وكلاء اللاعبين وطبيعة الدور اللي بيقوم بيه وكيل اللاعبين في أوروبا خصوصا لما يكون واحد من الوكلاء اللي عنده مشوار طويل جدا مع الدور ده دور وكيل اللاعبين وتولى مسئولية عدد كبير جدا من أهم الأسماء زي ما قلت لكم جور كاييف طبعا نجمة منتخب فرنسا كارلس بيول نجمة أسبانيا لويس فيج وطبعا أسطورة البرتغال والبارسا والريال وغيرهم من الأسماء الكبيرة جدا ونشوف إيه الاختلافات اللي ممكن لو حطناها هنا تفيد اللاعب وتفيد النادي وتفيد المنتخب بشكل من الأشكال إيريك ألونسو وكيل اللاعبين طبعا الأسباني الكبير هو وضفنا في الفقرة دي من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعا شكرا لك على مشاركتك معنا في السادسة وأهلا وسهلا بك على ششة الأهلي مرحبا بالجميع أنا سعيد جدا لتواجدي معكم أنا أنا أتشوق لعمل هذا الانتروفيو منذ مدة أنا سعيد جدا لتواجدي معكم عشان أكون صريح معك يعني حتى وأنا بتكلم مع زميلي وإحنا بنحضر معك لللقاء أنا توقعت الحقيقة نتيجة المشوار ونتيجة الخبرة الكبيرة تتمتع بيها في مجال وكالة اللعبين أنه سنك يكون كبير جدا بس فجأت أنك أنت صغير في السن يعني خليني بداية طيب أخذ المشوار ده إزاي بتشوف تطور الدور ده تطور دور وكالاء اللعبين من أول ما بديت ودخلت المجال وصولا للمرحلة اللي أنت وصلت لها نهارده بملكية واحدة من أهم وكالات اللعبين في إسبانيا حسناً أنا شكراً جزيلاً لك أنا بالفعل أنا أعتبر صغير السن أنا بالنسبة لهذا العمل وبالنسبة ما أنجزناه في الوكالة أعتبر صغير السن بالفعل ولكن ولكن اللي تكون وكال اللعبين الرحلة الرحلة ستكون صعبة يجب أن تعمل لمدة 24 ساعة في الأسبوع على الأمر يجب أن يكون شقاً تعمل كل يوم تعمل تعمل وتتبدل الخبرات مع جميع الوكالات وجميع الأندية تعمل تعمل على كل الجوانب طيب ممكن أعرف منك في إسبانيا إيه هي طبيعة الجهات المعنية بفكرة الترخيص لشخص عشان يكون موكين اللعبين هل فيه دراسات معينة لابد أن هو يكتزها هل فيه لايسنس معينة أو رخصة معينة مفترض أنه يحصل عليها عشان يقدر يقوم بالدور ده مع الأندية المختلفة حسن بطبيعة الحال كل الاتحادات لديها لديها برنامج أو فصول لإعداد وكلاء اللاعبين وكذلك بالنسبة لقواعد الفيفا إذا كان لديك شركة ولديك محام قانوني رياضي قانوني في الوكالة الخاصة بك يمكنك أن تكون وكيل اللاعبين خاص بالفيفا بالتالي الآن إذا كان لديك المعلومات خاصة بك مع الوكال القانونية خاصة بك متوفر لدى الفيفا ولديك اللاعبين الذين تعمل معهم فيمكنك أن تكون وكيل اللاعبين خاص في الفيفا أرجع تاني للدور وده اللي كان بداية الكلام إيه طبيعة الدور اللي بيقوم به وكيل اللعبين في إسبانيا وخصوصا طبعا احنا بكلم على وانت شخصيا انت عملت مع عدد كبير من النجوم هل الموضوع بيقتصر فقط على فكرة الانتقال من نادي إلى نادي أو فكرة انه الدخول في مرحلة المفاوضات والوصول لأفضل بنود تخدم الطرف اللي انت بتمثله ولا دورك كواكيل اللي عبين مع الأسماء الموجودة معك بيتخطى جزئية التعاقد والانتقالات نعم نحن أكثر من مجرد صانع لعب لا انت تعتبر كوالد اللعب له حق نصيحة عليك على سبيل المثال في شركتنا نحن نعتني بجميع الجوالب الخاصة باللاعب من باب العطلات وايضا التمرين وايضا المباريات الآن نعطي نصيحتنا لللاعب ولدينا ايضا مدير للسوشال ميديا الخاص باللاعبين والمركات العالمية الخاصة باللاعب العقلية الخاصة باللاعب يجب أن نهتم باللاعب الشاب خصوصا يجب أن نوفر جوا هادئا لللاعب وأن لا نشعر اللعب بأي مشاكل تحدث خارج الملعب يجب علينا أن نجعل اللاعب أن يركز فقط على التمرين وعلى كرة القدم وعلى مباريات كرة القدم هذا كل ما يحتاجه اللاعب أن يركز فقط على دوره إذا ركز على أمور أخرى فلن يكون لعبا ناجحا في سوء الأسباني إيه هي قالت التعامل بين الأندية وبين الوكالات هل بيبقى في علاقة خاصة أو مباشرة بتربط كل وكالة بنادي معين ولا من الممكن أن وكالاء اللاعبين يتعاملوا مع كل الأندية على حد سواء لا لا بالطبع بالطبع أتكلم من وجهة نظر شخصية كشخص عادي أستطيع أتعامل مع أي نادي إذا أرسلت خطابة رسمية للنادي أستطيع أن أتعامل مع أي نادي في إسبانيا الجميع الآن الجميع الآن لديه القدرة على التواصل مع أي مدير نادي أو مدير تعقدات في نادي وتتعامل مع نادي يبدو الأمر سهلاً ولكن الأمر في حقيقة الأمر ليس سهلاً كما يبدو يجب عليك أن تتوفر لديك العلاقات والقدر على الإقناع اللاعب والنادي على حد سواء على سبيل المثال إذا أريدت أن تسوق لمهاجم فيجب عليك أن يكون لديك المهاجم الذي يحتاجه النادي بالتحديد وليس أي مهاجم فبالتالي يمكنك أن تتعامل مع أي نادي لكن يجب عليك أن يتوفر لديك اللاعب المناسب أنا هاجي للجزئة هاجي للجزئة تاني جزئة الأسواء وجزئة اكتشاف المواب الجديدة لكن خلينا تكلم الأول على النجوم الكبيرة يعني أنا عارف أنك كنت وكيل مثلا لواحد من أساطير الكرة البرتغالية يمكن كتير من الناس الآن ممكن ما تكونش شافت لويس فيجو لكن الحقيقة كان لعيب يمكن لا يقل أهمية ولا يقل من حيث الإمكانات مثلا عن كريستانو رونالدو وكان نجم كبير جدا في إسبانيا لعب برشتونا ولعب ريال مادريد أنت كنت وكيل لويس فيجو هل شاركت في صفقة انتقاله من أو يعني ذهابه أو رحيله من برشتونا واتجاهه نحو الغريم التقليدي إزاي ما بيقولوا ريال مادريد نعم لا نحن نعمل مع لويس فيجو بالفعل ولكن عملنا مع لويس فيجو بعد اعتزالة نحن الآن نسوق له كشخصية عامة لم نكن طرفا في انتقاله لريال مادريد عموما الفرق بين طريقة إدارة الوكالات لملفات اللاعبين أو المواهب الصغيرة المواهب الشابة المواهب الصعيدة يعني وفكرة إدارتها لملفات النجوم الكبيرة سواء في الملعب أو زي كيس مثلا بتاع الكويس فيجو بعد طبعا ما يعني اعتزل الكور الأمر سهل فانتقال اللاعب الشاب يكون عليك أن تسوق لللعب الشاب بشكل أكبر من اللاعب المحترف يجب أن تضع اسمه على طاولة الكثير من الأندية ولكن بالنسبة لللعب الكبير اللاعب المحترف الأمر سيكون سهلا فهو معروف بالفعل لدى الأندية سيكون عليك فقط الجلوس في المفاوضات فاللعب المحترف الأندية لا تحتاج لجمع معلومات خاصة عنه مجرد أن يخبرك النادي بما لديهم فتتعامل نيابة عن اللاعب نتكلم على الأسواق يعني في أسبانيا مثلا الوكالة الخاصة بيك إيه هي أهم الأسواق اللي بتحطوا أو بتشتغلوا عليها وكيفية بالتأكيد أنت بتعملش ده بنفسك أو بشكل مباشر بالتأكيد فيه منظومة عمل معينة بتسمح لكم بمتابعة بعض الأسواق بمتابعة بعض الدوريات أو البطولات أو حتى بمتابعة بعض البطولات المجمعة للمنتخبات إزاي بتشتغلوا أنتوا في الوكالة على فكرة اكتشاف المواهب الجديدة والحصول على أنه يبقوا هم تبع الوكالة وبعد كده طبعا فكرة تسويقه لدي في شركتي حوالي عشرة كشافين يعملون في معظم الأسواق لدينا تحكم في بعض الأسواق في أسيا في أفريقيا وأيضا في الكثير من البلاد الأوروبية وأيضا في أمريكا الجنوبية والشمالية يجب أن نعمل على كل الأماكن بالفعل ولكن الكشافين لدينا يحضرون لنا معلومات خاصة عن اللاعبين الذين يكتشفونهم والقرار النهائي يكون للوكالة أن نعمل مع اللاعب أولاد بالفعل يجب علينا أن يكون لدينا أوراقنا رسمية مع اللاعبين وهذا هو المطلوب في النهاية يهمني جدا أسمع نصيحتك أو رأيك يعني في فكرة أن مصر كدولة تعتبر هي الأكبر على مستوى قارة أفريقيا وعلى مستوى العربي من حيث الإنجازات يعني في الزون دي أو في الريجن هنا مفيش على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية دولة حقاية الأرقام التي حقايتها مصر على مستوى كورة القدم يعني على مستوى كمان منتخبات الشباب الناشئين على مستوى المنتخب الأول أو حتى على مستوى الأندية عدد الألقاب والبطولات مصر بتتفوق فيه بشكل واضح ورغم نجاح تجارب كتير جدا للعبين مصريين في عدد من الدول الأوروبية زي مثلا زيدان في ألمانيا هاني رمزي في ألمانيا حسام غالي في إنجلترا محمد صلاح والنني في إنجلترا أحمد حسن في بلجيكا إلا أنه مفيش إقبال على اللعب المصري أو مفيش انتشار للمواهب المصرية المحترفة في الأندية الأوروبية من وجهة نظرك إيه ممكن يكون أهم الأسباب اللي بتقديل ده بطبيعة الحال ما يجب على البلد أن تفعله اتجاه هذا الأمر أن يجعله محمد صلاح صوب عيونهم هذا هو الأهم أن يجعل الوكيل اللعبين أو يجعل النادي مهتما أن تسير في مسار محمد صلاح إذا أردت لا أعرف سبب حقيقي خاص بالأندية في أوروبا لما لا يهتمون باللاعبين المصريين ولكن الأندية الأندية لا تهتم فقط بالفيديو الخاص باللاعب ولكن يريدون أن يروا اللاعب في مباريات ويتابعوا اللاعب بشكل أكبر ولكن أرى أن الأندية الصغيرة الأندية الصغيرة فقط هي التي تهتم لذلك فالأندية الكبيرة ليست لديها الفرصة لتشاهد كل هؤلاء اللاعبين في الدوريات الصغيرة ولكن بالنسبة لللاعب يجب عليها أن يعلم من أين يبدأ اللعب الآن اللعب الآن يريد أن يكون مشهوراً ويكونها في قمة عليها أن يبدأ في مراحل صغيرة أن يبدأ في مراحل الناشئين وهكذا حتى يصل الفريق الأول اللعب عليه بالصبر إذا أراد أن يحترف في أوروبا فبالتالي أعتقد أن هذا هو السر ورأس لعب لفريق قوم كبير هل سابق لك تجربة وكالة أحد اللاعبين من أفريقيا أو من دولة عربية؟ نعملنا كثيراً أنا بسأل على تجربتك كوكيل لعبين مع لعبين من أصول عربية أو من دولة عربية أو من دولة أفريقية عايز شوية أسمع منك عن الفوارئ اللي ممكن تكون موجودة بينهم وبين الموجودين مثلاً في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية ليه القدرة على التأقلم، التكيف، اللغة العقلية، الحياة العامة بشكل عام؟ عايز أسمع تقييمك للتجربة دي؟ حسناً كل لاعب لديه سمات مختلفة بطبعة الحال اللاعب الأفريقي لديه سمات خاصة بالقوة البدنية اللاعب اللاتيني ينتز بالجانب المهاري واللاعب العربي لديهم قدرة على استيعاب التكتيكس الخاصة بالمديرين الفنيين فبالتالي لما عملت مع اللاعبين اللاتينيين لديهم القدرة على الاستيعاب وتنفيذ كل المهارات التي لديهم اللاعبين الأفارقة لديهم القدرة على تحمل اللعب في أي مركز لديهم قدرة بدنية، فبالتالي يصل منهم لعبين كبار لريال مدريد شاهدنا الآن لعبين أفارقة في ريال مدريد وفي أندية كبيرة بسبب القدرة القوة البدنية التي لديهم وبالنسبة لأسلوب الحياة الخاصة بهؤلاء اللاعبين، الأمر يختلف فبالتالي يختلف الأمر بالنسبة للحياة عموماً في أوروبا، في أفريقيا الآن لديك أشياء لتفعلها بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا على سبيل المثال في إسبانيا وفرنسا، وفرنسا الأمر مختلف تماماً يحتاج فقط إلى سنة أو سنتين ليكون لعباً أوروبياً ولكن بالطبع يحتاج الوقت، الأمر ليس صعباً تماماً لإحضار لعب وجعله يتأقلم في أوروبا هل الموضوع متعلق بالإمكانيات بس، ولا في عامل تانية لابد من توفرها عشان تكون تجربة نكحة، تجربة احتراف نكحة يعني يعني بعيداً عن المهارة، بعيداً عن التاكتيكس، بعيداً عن القوى البدنية العوامل تانية اللي يجب أنه هتتوافر في اللاعب اللي جاي من المنطقة العربية أو جاي من أفريقيا، عشان تكون تجربة احتراف نكحة زي ما شفنا جوجوية، زي ما شفنا محمد صلاح، زي ما شفنا رابح ماجر، زي ما شفنا سامو الإيتو، زي ما شفنا دروكبة كل دول نجحوا نجح باهر ووصلوا لأعلى المستويات في أوروبا هل القصة قصة إمكانيات وقصة تاكتيك ومهارة وقوى بدنية؟ ولا القصة مرتبطة بحاجات تانية أو بمعايير تانية عشان تكون التجربة نكحة لهذا الحد أو لهذه الدرجة؟ في بداية الأمر، يحتاج اللاعب لمن يرشده إذا لم يظهره أحد للأندياء، الأمر لن يكون ناجحاً اللاعب الإفريقي الآن والمنافسات الإفريقية يحتاجون الآن الكثير من المصادر لإظهار الصورة الخاصة بدوريهم للعالم يجب على اللاعب أن يعمل جيداً على الالتزام، أن ينام جيداً، أن يأكل جيداً، يجب أن يهتم بنفسه فبالتالي هذا هو ما يصنع الفارق بين اللاعب من لعبي القمة في العالم ولعبين آخرين في النهاية ما نتذكره هو اللاعب الناجح في أوروبا يوجد الكثير من اللاعبين في أوروبا، من اللاعبين الأفارقة والعرب العديد من المهاجمين، ولكن ليس لدينا الكثير مثل ديدي دروكبا أو محمد صلاح طيب، عايزة أروح معك لنقطة تانية برضو مهمة جداً يعني مفهوم طبعاً طبيعة العلاقة اللي بتجمع بين الوكالات أو الوكالاء والأندية واللعبين لكن خليني أروح لفكرة العلاقة اللي بتربط بين وكيل اللاعبين والاتحادات الأهلية من ناحيتين أو من زاويتين، الزاوية الأولى هل بيبقى فيه تعامل؟ هل من الممكن الاستفادة من شبكة العلاقات اللي بتتمتع بيها أو بتتمتع بيها وكالات اللاعبين أو الوكيل في فكرة تسويق عناصر موجودة مثلاً في المنتخبات؟ هل ده بيتم التنصيق أو من الممكن التنصيق فيه بين اتحادات وبين وكالات اللاعبين؟ الأمر كله يعتمد على الثقة إذا كان هذا الاتحاد الآن يعتقد أن بما أن هذه الوكالة لديها القدرة على أن تجعل هذا اللاعب في ريال مدريد فبالتالي سيتعاوى مع هذه الوكالة لتحسين الحال في الكرة الخاصة بهذا الاتحاد هذه الزاوية الأولى، الزاوية الثانية ليها علاقة باحترافية الإدارة يعني خليني أقول مثلاً في أسبانيا عندكم، هل في معايير أو في لوائح محددة حددها الاتحاد الإسباني كانت محددة برضو لإطار العمل اللي بتشتغل من خلاله الوكالات؟ وسواء ده مش بس على مستوى الاتحاد الإسباني وحتى على مستوى الاتحاد الأوروبي إيه القواعد أو اللوايح اللي بتحكم عمل الوكالات اللاعبين في إسبانيا؟ لا يوجد قواعد خاصة على الإطلاق الأمر فقط يتعلق بالنحية القانونية يتعلق بالجانب الخاص باللعب وتسويق اللاعب بالشكل بالمنح الجيد الوكالات اللاعبين الآن لديهم الكثير من الصلاحيات الأمر ليس فقط بخصوص ما يتقضاه اللاعب أو النادي الأمر يتعلق بما كما رأينا في حالة مينو رايولا الراحل الأمر الآن يعملون بشكل مما يرغب اللاعبين فيهم مما يجعل العالم ينظر إليهم من نظرة الوكيل اللاعبين الناجح الأمر ليس فقط خاصا إذا أعطيتني مئة يورو أو ألف يورو الأمر ليس متعلقا بالمال ولكن هو إنجاح العملية برمتها طيب خليني أخذك شوية للنحية الفنية يعني فيه وممكن سينيور عليهم ستعتبر ويعني يعني اتهام ممكن يكون موجه للقطاع ده تحديدا قطاع وكلاء اللاعبين فيه ناس كتير بترى أنه جزء من سبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللاعبين وإحنا يمكن شوفنا مركاته السنوات الأخيرة وصل الطبيعي أو الرقم اللي ما بقاش ملفت للأنظار أنه صفقة تم بـ 80 مليون 90 مليون 100 مليون دولار دي بقى صفقة طبيعية وممكن يكون للعب صاعد وشوفنا الصفقات خيالية زي صفقة انتقال نيمار لباريس سان جورمان أو صفقة تجديد مبابي لبي أجي أو صفقة انتقال لعب زي داروين نونيز ما هواش صاحب شهرة كبيرة جدا لليفربول كلها كانت أرقام فلكية في كتير من وجهة النظر بتقول أنه السبب في ارتفاع قيمة الصفقات في السنوات الأخيرة هو الدور اللي بيقوم بيه الوكلة عشان تزيد تزيد الحصة الخاصة بيهم أو العمولة الخاصة بيهم نتيجة نجاحهم في إتمام الصفقات ردك على دقيق لا لا هذا ليس صحيح على إطلاق لنقول أني لدي لاعب في ريال مدريد على سبيل المثال ولدي ثلاث فرق تريد أن تعمل مع اللاعب وليكن منشستر رينايتد برشلونة ويوفينتوس أنا لا أتدخل في علاقة النادي مع الاندياء الأخرى ريال مدريد يريد أن يبيع اللاعب مقابل 100 مليون النادي الذي يريد أن يبيع اللاعب يشتري اللاعب بهذا الثمن فسيدفع الأمر ليس خاصا به لا أستطيع أن أجعل النادي يوفق على 90 مليون بالطبع الأمر مفيد بالنسبة لي ولكن هذا ليس دوري أنا لا أشارك في هذه العملية أنا دوري أن أرشد اللاعب أي قرار أفضل له نحن نعتني بالمفاوضات بين النادي واللاعب بين راتب اللاعب وليس الأمر الراتب والأمور الخاصة بالتعاقد مع اللاعب وليس سعر اللاعب الانتقال اللاعب من نادي إلى آخر لا نتحكم في دفع 200 مليون أو أكثر ولكن لماذا لا؟ خليني بما نحن نتكلم سوق سوق انتقالات يعني يبقى من كامعة القصة في النهاية برضو بتخضع للأليات اللي هي الطبيعية اللي موجودة في أي سوق فكرة العرض والطلب من وجهة نظرك ليه بقت الأسعار فيها أو أسعار في سوق انتقالات بقت بهذا الشكل ليه حصل التفرة دي؟ هل القصة قصة دخول كينات استثمارية كبيرة ضخة أموال بشكل قوي جدا في الأندية دي؟ فبالتالي زادت قدرة الإنفاق عند الأندية؟ هل القصة بقت قصة ندرة المواهب؟ إنه ما فيش المواهب الكافية بقى فيه ندرة إلى حد كبير في اكتشاف المواهب؟ وده طبعا جزء واضح وعصيل من دوركم اللي مفترض أنه تقوموا به فبالتالي بقى المعروض قليل فبالتالي العرض الضالب زاد وارتفعت القيمة يعني القصة قصة ألياتسو ولا قصة قصة مواهب من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بكل الأسباب التي ذكرت الأمر يعتمد على الحالة ككل بالطبع لدينا الآن شركات مهتمة جدا بكرة القدم وتريد أن تستثمر في كرة القدم وتجني الكثير من الأموال ولكن أيضا كما ذكرت لدينا ندرة في المواهب حول العالم بمناسبة المواهب يعني يهمني هنا أسمع تقييمك يعني في بعض الأندال في أوروبا اللي تميزت بشكل كبير جدا باكتشاف اكتشاف قدرتها على اكتشاف مواهب وشراءها بأسعار قليلة جدا ويعادة تصديرها لأكبر نداف أوروبا مبالغ فلكية يمكن أبرز التجارف ده بروسيا دورتموند في ألمانيا آيكس في هولندا بانفيكا وبورتو مثلا في البرتغال خليني عافق أخذ رأيك بداية إيه أهم الأسواق أو الدوريات اللي في أوروبا اللي بتركزوا عليها لإكتشاف مواهب جديدة وإزاي بتقييم التجارب اللي من نوع ده الأمر يكون خاصا بما يحتاجه اللاعب وبما يحتاجه هذا الدوري على سبيل المثال كما ذكرت أنت بروسيا دورتموند أو بنفيكا أو بورتو يستقدمون ويتعقدون من لعبين الصغار وتسعين في المائة من هولين اللاعبين يكون جيدا لما بسبب كشفين النادي وجودة عالية لكشفين النادي والعين الجيدة التي تستكشف هذا اللاعب وتحضره للنادي ولما لا بالنسبة لللاعب أن يبدأ الكارير الخاص به في هذا المستوى ومن ثم لمستوى أعلى السوق الآن كما ذكرت في هذه الأندية كبيرة الآن لديهم اللاعبين ولديهم القدرة على بيع اللاعبين بأسعار أعلى من وجهة نظرك فيما يتعلق باكتشاف المواهب سواء كنا نتكلم على تجربة الأندية التي نجحت فيها بشكل كبير أو كنا نتكلم كمانا على وكالات اللاعبين أنتم تقوموا بالدور ده إزاي تغيرت الأليات يعني إيه هي الأدوات التي أنتم تستخدموها عشان تستكشفوا أسواق جديدة عشان تستكشفوا مواهب جديدة حسنا في الماضي في الماضي لم تكن لدينا التكنولوجيا الخاصة باستكشف اللاعبين فقط يجب أن تحضر مباراة بين اللاعبين في سن 16 أو 17 وتحضر الكثير من المباريات ولكن الآن لديك القدرة التكنولوجية على الحصول على هذه المباريات الكاملة على أن تبعث بالكشفين بالكثير من الكشفين لكثير من البلاد في هذا الصباح كنت أشاهد لعبا من إندوليسيا أعتقد أنه موهبة موهبة كبيرة شاهدت ثلاثة مباريات كاملة الآن أنا أتابع أتابع كل شيء أتابع كل شيء عن أشاهد أكثر من أربعين أو خمسين مباراة لهذا اللاعب وأعرضها على الكشفين الخاصين بوكالتي وأستطلع آراءهم بخصوص هذا اللاعب فهذه وجهة نظري الخاصة ربما أكون مخطئاً ولكن هذا هو ما أسير به إيه النصيحة اللي ممكن توجهها للأندية عموماً في فكرة التعامل مع الوكالات أو مع الوكالاء يعني إذا كان شخص بيقوم بالدور أو إذا كان فيه وكالة بتقوم بالدور ده إيه النصيحة أو أهم النصيحة التي توجهها للأندية في التعامل معهم نصيحاتي هي التجاو فالمديرين الرياضيين الذين تعاملتوا معهم بالطبع كانوا منشغلين ولكن التجاوض مع الوكالاء أمراً هاماً جداً أعتقد أن التجاوض أمراً سيئاً يجب عليهم أن يكون لديهم سعة صدر وتعامل أكبر الآن لدي العديد من اللاعبين الشباب الذين أعمل معهم في العديد من الدوليات حول العالم لديهم الآن لديهم الآن الفرصة لنصول للأندية أكبر الأندية الآن هي من تتواصل معي ولكن بالأمس كان مختلفاً أعتقد أن الأشخاص المتواجدين في الأندية التي كانت تتجاهلنا في الماضي الآن لديك اللاعبين ولديهم القدرة ليساعدوك في اللاعبين الذين لا يجدون نادي ليلعبوا له أريك على أنسو وطبعاً وكيل اللاعبين الأسباني بشكرك شكراً جزيلاً والفضوة ده نقلة نوعية دور ممكن يكون مسؤول عنه اتحاد الكرة ممكن طبعاً يكون لي تداخل مع الأندية وبالتأكيد عشان نصدر أو نقدر نطلع لعبين الموهوبين بره محتاجين أنه فكرة النيتوركينج فكرة الماركتينج فكرة الكوميليكيشن وفكرة كمان التأهيل مع وضع في الاعتبار أن القصة مش قصة كرة بس قصة قصة لايف ستايل قصة عقلية قصة اسلوب حياة مختلف تماماً عشان التجربة تكون نجحة ومفيدة سواء لللاعب نفسه أو للنادي أو من بعدهم طبعاً أو من قبلهم طبعاً منتخب مصر دي آخر أو نهاية حلقاتنا النهاردة بكراً إن شاء الله هتكون انطلاقة جديدة مارسل كولر أعتقد دخل في بداية الموسم خلاص تعرفنا بشكل مبدئي عن الراجل ونتمنى له كل التوفيق في مهمته اللي بالتأكيد مع الأهلي مش هتكون صعبة محتاجة بس شوية صبر من الجمهور محتاجة شوية إخلاص وشوية مجهود وشوية تركيز من اللعبة وثقاتنا كبيرة جداً إنه الأهلي الموسم الجاي مختلف وغير بشكر حضراتكم على المتابعة وبكراً إن شاء الله يتجدد لقاءنا مع حضراتكم فيه أستدسة دايماً على شاشة الأهلي تحية لكم